مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص مكتوب التفتوا إلي وخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر فإذن هذا الخلاص هو من خلال يسوع المسيح فالمسيحية تقدم الخلاص لأن أثبت فعليا أن الإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه لا يستطيع أن يحفظ النموس بالكامل أجرت الخطيئة سواء خطيئة صغيرة خطيئة كبيرة لأن الخطيئة هي إهاني مباشرة موجهة ضد الله الغير محدود فكأنك أنت بتقول بخطيئة كأن الله غير موجود وإن كان موجود أنت عم تستهتر فيه عم تسخر منه من خلال خطيئة ما هيش كبائر أم صغائر فحشاء أو منكر أو خطيئة عرضية أو مميتة خطيئة كبيرة أو صغيرة الخطيئة هي خطيئة في نظر الله عندما بتسأل دائما بقولك أنا ما قتلتش أنا ما سرقتش أنا ما زنيت هذا مش مقياس أنك إنت مش خاطئ من يعرف أن يعمل صلاحا ولا يعمله أو يفعل حسنا ولا يفعل تحسب له خطيئة وكم من المرات نخطئ بالفكر أو بالقول أو بالفعل ما هو المقياس؟ هل مقياسنا البشر أم روح الله القدوس الذي يكشف السرائر يعرف خبايا القلوب فالمسيح مميز والمسيح هو المخلص وعندما نؤمن بيسوع المسيح نحصل على الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر